تابعنا آلاف من المشيعين بشكل كبير قبل أن نتحدث عن التظاهرة نتساءل كيف تفسر ذلك التشييع المهيب من قبل أبناء محافظة إب لهذا الناشط البسيط الذي خرج على وسائل التواصل الاجتماعي ليفضح فساد الميليشيا الحوتية خرج أبناء تعز رجالا ونساء وأطفالا يشيعون هذا البطل والله كثير زوايا القراءة لهذه لما تلبت الشييع أولا الزاوية الأولى أو الرسالة الأولى التي يجب أن نقرها أن هذه هي طبيعة إب وأن هؤلاء الناس بلغت القلوب الحناجر لديهم لأن إب تقريبا تكاد تكون أكثر المحافظات التي تحملت كثير من الجرائم التي أقدم بها الحوتين على مدى ثمان السنوات في العدين وخاصة في مدينة إب كثير كثير جرائم وقد بلغ السيلة الزبا كما يقال طبيعي جدا أن تحدث هذه الانتفاضة لتعبر عن ضيقها بهذه الميليشيات واستعدادها للتضحية واعتبار قضية حمدي هي قضية صحاب إب كلها لأنها غدا سوف تطال أكثر من واحد في مدينة إب ولذلك خرج الناس وقد ضاق بهم الأمر ذرعا ولديهم الاستعداد للتضحية وأنا أعتقد أن المهم يقوم الحوثي به من موارسات وبطشة لن يعيد الناس بل على العكس سوف يزداد الأمر أكثر إثارة للناس للتعبير عن غضبهم نعم تقال هذه القريمة للشنعة